تابوأت مملكة البحرين المركز الثاني عالمياً والمركز الأول بالنسبة لدول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا من حيث نسبة استخدام التحويلات المالية الفورية كوسيلة للدفع جاء هذا الانجاز وفق ما كشفت عنه تقرير شركة المدفوعات الفورية ECI Worldwide بالتعاون مع شركة جلوبل دلتا والذي يتضمن مؤشرات متعلقة بمدى استخدام المدفوعات الفورية في مختلف دول العالم عام 2022 مملكة البحرين الثانية عالمياً والأولى لدول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا من حيث نسبة استخدام التحويلات الفورية وذلك بمعدل متوسط بلغ 19 معاملة لكل شخص خلال الشهر هذا ما أعلن عنه التقرير الذي أعدته شركة المدفوعات الفورية ECI Worldwide بالتعاون مع شركة جلوبل ديتا والذي يتضمن مؤشرات متعلقة بمدى استخدام المدفوعات الفورية في مختلف دول العالم في عام 2022 المنصر وتوقعت الشركة بأن يرتفع معدل المعاملات الفورية في المملكة إلى 83 معاملة لكل شخص خلال الشهر بحلول عام 2027 وذلك نظراً للتوسع في استخدام أنظمة الدفع الفوري ويأتي هذا الإنجاز بعد زيادة الملحوظة في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات الفورية في البحرين والتي تتضمن عدد معاملات فوري وفوري بلاس وفواتير والشيكات الإلكترونية التي توفرها شركة بينفت لتمضي بذلك المملكة قدماً في سياسة تعزيز التحول الرقمي نحو مستقبل رقمي يواكب تطورات العالم